قرب عيد الأضحى وبدأ موسم الأضاحي قبل كل شيء الوضحية لابد أن تكون متوافقة مع الشروط الشرعية وسليمة من العيوب فما تصير عرجة عوراء مريضة أو هزيلة وأيضاً لابد أنها تكون في سن معين وتقدر تعرف سنها من أسنانها هل هي جذع، ثني، ربع، سديس أو جامع الوضحية تقدر تعرف أنها سليمة بالنظر إذا كان الحيوان خامل ما يتحرك ما يأكل وشهيته مسدودة فهذا يدل على أن يعاني من مشاكل صحية وإذا كان لون صوفه شاحب وعيونه مصفرة أو محمرة ورأسه متدلل للأسفل فهذه دلالة ثانية على مرضى وممكن أيضاً تبحص الأضحية باليد وذلك بأنك تلمس ساحت رقبتها مقدمة الصدر ظهرها أو ذيلها لتتأكد من عدم وجود أي جروح دمامل، خراريج أو تورمات وأيضاً احذر أن الباع يغشك بعض الباعة يضرب الأضحية المريضة لتبدو أنها نشيطة ولكن هي في حقيقتها غير ذلك وبعضهم يرفع الأضحية من الأمام ليعطي انطباعاً خادعاً بأنها سمينة وبعضهم ممكن يبدل الأضحية بعد شراءها بأضحية أقل ثمناً أو مريضة باختصار، خليك ذكي عند الشراء يفضل أن يكون الذبح في المسالخ المخصصة والمرخصة ليش؟ لتضمن سلامة الذبيحة بأن يكشف عليها طبيب بيطري قبل وبعد عملية الذبح وأنها تذبح من خلال جزارين متخصصين وأن البيئة تكون مناسبة والأهم أنه يتم التخلص من مخلفاتها بطريقة صحية لكن إذا بغيرت تذبح في البيت هذه بعض النصائح اللي راح أكيد تفيدك لا تطعم الأضحية قبل الذبح بـ 12 ساعة وشربها الماء بكثرة لتقلل الفضلات في أمعاها استخدم سكين حادة ووجه الذبيحة ناحية القبلة وسمبل له وتأكد من قطع القصبة الهوائية والأوداج والمريء ليخرج الدم بسرعة وتريح الذبيحة وانتبه من قطع أمعاء كرش الذبيحة حتى ما تخرج الفضلات ويتلوث اللحم بعد سلخ الذبيحة اغسلها بماء نظيف صالح للشرب حتى تزيل أي فضلات عالقة وبعد تقطيعها احفظها في عبوات وأكياس بلاستيكية حتى تحميها من الغبار والتلوث هذه نصائح بسيطة لشراء الأضحية وذبحها ترجمة نانسي قنقر